وفي المسارات المفتوحة لانتخابات مجالس المحافظات وصف مراقبون ومواطنون قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم عرقلة انتخابات مجالس المحافظات بالمهمة في قياس نسبة الانتفاع الشعبي لصناديق الاقتراع بما يمنح المواطنين حرية اختيار ما يناسبهم وتحميلهم مسؤولية النتائج المراقبون يقولون ايضا ان اقرار الصدر وضع الاحزاب المشاركة بمواجهة قاعدتها الجماهيرية الحقيقية طالما ضمن عدم التعرض لامن الناخب واستقرار العراق واضحين ان المعادلة ستحكمها فقط قناعة المواطن بالتصويت ونجاح القوات الامنية في تسهيل تنقلات الناخبين في المحافظات الخمس عشر